أعمل سائق أجرة ويركب معي زبائن يطلبون مني إيصالهم إلى أماكن يغتسل فيها النصارى بالبحر الميت تعبداً وإلى الملاهي هل يلحقني إثم؟ بلا شك إذا كنت تحملهم إلى أمكنة الكهر والمعاصي فأنت متعاون معهم وهذا لا يجوز ولا تعاون على الإثم والعدوان وأنت مسلم عليك أن تفتعد عن هذا الكسب الخبير